عن النادي الاهلي اللي ارتبط به لفترات طويلة عشان كده كان لازم في هذا الظروف يكون معانا الكاتب الصحفي الموسوعي الكشكول الأستاذ حامد عز الدين أستاذ حامد أهلا بيك أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم نكلمك في إيه بقى؟ كما تشاء كما نشاء طيب صديقك عصام السباعي مدير تحريل الأخبار لمس نقطة مهمة في زاوياته بالأخبار خير اللهم اجعلوا خير منذ أسبوعين وأنا أحلم بأن جانين الكرة المصرية أطف كم وردة وقدمها للنادي الأهلي مع درع الدوري وهو يبارك لهم على فوزه ببطولة الموسم الأخير وبيقول عصام السباعي وكل ثقة في أن سكان الجبلية الجدد سيحققون ذلك الحلم وأن كل الحكاية مجرد فروق توقيت ما يشير إلى أنه كل ما يتحدث عنه جمهور الأهلي من رغبة في أنه يتسلم درع الدوري بشكل لائق وبشكل يحقق هذه الاحتفائية ببطولة فاز بيها الأهلي عن جدارة وبصعوبات شديدة جدا يمكن أن تتحقق مع جانين الجبلية زي ما قالوا أصام السباع رأيك هو الحقيقة وإحنا بنبارك للمحاسب عمر الجنيني أنا عندي تساؤل الحقيقة أنا مش عارف من الذي نصح لالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باختيار المحاسب عمر الجنيني وهو مسؤول كبير في بنك كبير في مصر وله فروع على مستوى العالم أن يكون رئيسا للاتحاد المصر وهذا قدم فأنا لم أسمع أن له علاقة بالكرة كان عضو مجلس إدارة في الزمال وعضو مجلس إدارة المقص وعضو مجلس إدارة بس أنا أعظي هل هذا يكفي هل هذه الخبرات تكفي وإن كان كونه محاسب عظيم ورائع ومسؤول كبير في بنك كبير طب ما كنا نجيب رئيسه في البنك رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ هشام عز العرب لكي يكون رئيسا خصوصا وقد كنا نعلم ونعلم الآن أنه المحاسب الأستاذ عمر الجنيني الحقيقة يعني مشجع بن خسين عادي مشجع عادي لنادي الزمالك الشقيق وإحنا من نتمنى أنه يضع في اعتباره أن كل الناس عرف هذه الحقائق فلابد من أن يثبت أنه يحاول كما قال أن يكون حياديا في التعامل مع النادي الأهلي والأبسط شيء هو أن النادي الأهلي بطل الدوري رقم 41 في تاريخه لم يتسلم الدرع لا في الملعب حيث كان يجب أن يكون ولا باحتفال كما كان مدير الاتحاد السابق قد وعد ولا في احتفالية في أحد الفنادق الخمس نجوم ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر